وصفتنا لليوم من حالوياتنا القديمة التقليدية يلي تربينا عليها لها ذكريات حلوة ونكهة خاصة عنا بكل بيت في فيديو من شاء الله رح نعمل أبسط وأطيب وصفة زنجل ان شاء الله بهذا الفيديو رح أعملها بطريقتين الطريقة الأولى هي راس الزنجل أو رغيف الزنجل يلي تعودنا عليها والطريقة الثانية حشيتها بالجوز وهيكي لفيتها مثل السنبوسك وطلع طعمتها والأطيب من هيك رغم بساطة مكونات هي الأكلة بس عنجت طعمتها كتير طيبة مناسبة لأجواء الشتوية وفي ناس كمان بتعملها برمضان وهلأ خلونا مع بعض نشوف طريقة التحضير فضلا وليس أمرا ما تنسوا تدعم الفيديو بلايك وإذا كنتوا فيتين على قناتي لأول مرة ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا الزر الجرس بداية هون رح حضر العجينة رح يلزمني أربع أكواب من لطحين الأبيض متعدد الاستعمالات بما يعادل تقريبا 500 جرام يعني نص كيلو رح ضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر بالإضافة لمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية كمان رح ضيف معلقتين كبار من النشا إضافة النشا عندنا هون اختيارية بس أنا حبيت ضيفها لحتى تعطي أرمشة أكتر للعجينة هلأ رح ضيف رشة صغيرة من الملح ورح أخلط المكونات الجافة مع بعض كتير منيح رح ضيف عليهم ربع كوب من الزيت النباتي وبعد هيك رح بلش افرق الطحين مع المواد الجافة والزيت كتير منيح بهذه الطريقة لحتى يصير عنا قوم لطحين مثل الرمل هاي الخطوة كمان بتعطينا زيادة أرمشة للعجينة هيك بيكون لطحين صار جاهز عنا هلأ رح ضيف عليهم كوب من المواد دافئ ورح بلش اعجن العجينة ومن ضيف المواد بالتدريج حسب الحاجة بدنا نعجن كتير منيح حتى متوصل لقوام عجينة ناعمة وطرية انا حتجت تقريبا كوب ونص من المواد دافئ طبعا بالنسبة لكمية المواد بتختلف كل مواد طحين بيشرف سواء الشكل ممكن تحتاجوا اكتر كمية مواد المهم تطلع عنا العجينة طرية ونعمة وما بتلزق باليد هيك صارت عنا العجينة تمام هلأ رح حطها بالوعاء رح ادهنا بالزيت كتير منيح ورح غطيها واتركها ترتاح بمكان دافئ لمدة نص ساعة هون لازم يكون مجاهزين القطر قبل بوقت ويكون بارد تماما بالنسبة لعيار القطر انا عملت كوب ونص سكر مع كوب الا ربع من المواد تركتن يغلو عشر دقايق مع ربع معلقة صغيرة من الحمض الليمون وهلأ بتركهم يبردو كتير منيح لازم يكون القطر تقيل وبارد لهي الاكلة حتى تضل عم تقرش بالنسبة للحشوة رح لحتاج لكوب من الجوز المفروم ناعم بالاضافة لمعلاقتين كبار من جوز الهند وكمان معلقة كبيرة من السكر الخشين ومعلقتين كبار من القطر يلي هي الشيرة او الشربات كمان رح ضيف نص معلقة ما زهر بالنسبة للنكهات اختيارية فيكو نضيفه قرفة فيكو نضيفه اي منكهات حسب ما بتحبه بس هيك الحشوة طعمتها عن جد كتير رائعة هيك بتكون صارت جاهزة عنا وهيك عجينتنا كمان صارت جاهزة عنا تخملت وصارت تمام هلا رح بلاش افردها رح احكي ملاحظة هون في حال ما عنا خميرة فينا نستعمل البيكين باودر بقلب العجينة كمان بيصير تعطينا نفس النتيجة هلا رح بلاش افرد العجينة على سماكة متوسطة يعني ما بناها تكون كتير سميكة ولا كتير رقيقة رح اقطع العجين لقطع صغار باصغر قطاع عندي ممكن تقطعوها بكاست الشاي كمان بيصير بعد هيك رح ارفع زوايد العجينة تكور هون كتير منيح وبترك زوايد العجينة ترجع ترتاح مرة تانية لحتى نقدر نفردها بالمرة التانية هلا بالنسبة للتشكيل مناخد الاطعم نقلبها على الطرف التاني حتى تسكر معنا بيشكل كتير منيح نحط الحشوة ورح اقفدها بهي الطريقة بعد ما بسكرها مني هل بلش ببرمها بهي الطريقة طريقتها كتير سهلة وشكلها عن جد كتير حلو رح اعمل معكم كمان قطعة تانية بشكل قريب هلا بالنسبة للحشوات اختيارية يعني لا تتقيدوا بالجوز بس فيكن تحشو باي حشوة متوفرة عنكن ممكن نعملها بالجوز الهند بس لحال مع الاضافات اللي اضفتها اللي هي القطر والسكر وممكن كمان نعملها بأي نوع مكسرات متوفر عنا او جبن كريمي جبن كيري كمان ممكن نعملها بالقشطة بس القشطة لازم تكون عنا متماسكة كتير منيح لانه هلا بدنا نقليه هون طبعا هون بدنا نصفن على ثانية مرشوشة بلطحين حتى ما يلزقوا بالنسبة للشكل الثاني هذا الشكل اللي كانت امي تعمل لنا يا لما كنا صغار اطعت العجينة لكور هيك صغار وهلا ارحبلش افردهم بالزيت بهاي الطريقة لازم تكون عنا العجينة كتير رقيقة مو ضروري انه يطلع معنا هيك الشكل دائري او منتظم حلاوة هاي الاكلة وببساطة انه هيك اشكالة عشوائية بتطلع طبعا انا هون ما استعملت العجينة كاملة اخدت نصفها وعملتها حشوى مالحة ما شاء الله يعني بتعمل كمية كتير وفيرة هاي الكمية هلأ بالنسبة للقليل لازم يكون عنا الزيت ساخن كتير منيح وغزير رح نزل الحبات و رح اتركهون حتى يفوشوا بعدها يجب تقليبهم نستمر بتقليبهم بشكل منيح على نار وسط متل وقت نعمل عوامة هيك حتى ياخدوا اللون الدهب الغامق الواضح عليكم بالفيديو ما شاء الله العجينة كتير مقرمشة صفتهم على ورق المطبخ حتى يصفهم من الزيت كتير منيح او ممكن نحطهم بالمصفاية هلأ ارحق لي الوجبة الثانية طبعا بالنسبة لهي العجينة فينا نعملها لحشوات مالحة هون عنا اهل بانياس واللادقية عندهم زنجو الأكلة مالحة بيحشوها لحمة وبصل كمان كتير طيبة فينا كمان نعملها لفطاير السبانغ المقلية كمان بتصير هلأ هون بالنسبة لقرص الزنجول نزلته كمان بالزيت لازم يكون ساخن كتير منيح وبستمر بتقليبه وبضغط عليه على الزيت لحتى ينغمر بالزيت منيح هيك حتى ياخد لون اشقر دهبي غامل وهيك بيكون صار عنا قطيب قرص الزنجول ما شاء الله عن جد بيشحي بصفي من الزيت كتير منيح وفورا هو ساخن بنسكب عليه القطر لازم يكون بارد وممكن كمان نزينه بجوز الهند فوق القطر كمان بيعطينك ها كتير طيبة هلأ هون حبات الزنجول اللي صغار كمان برش على هون القطر البارد وهنين دافين ممكن نرغمس هون تغميس كمان بترجع حسب الرغبة بس انا اجمالا بالحلويات بحب القطر الخفيف ما شاء الله الطعمة والقرشة ولا اروع من هيك وصفي عن جد من الز وقطيب الوصفات عن جد بتشاهي هذا هو فيديو اليوم بيكون خلص بتمنى انه يكون عجبكن شاء الله بشوفكم مرة تانية على خير بفيديو جديد ووصفة جديدة شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة